فتعالوا بقى في الوقت بقى نذاكر نذاكر مذاكر حقيقية نذاكر درس النصر النصر زي ما قلنا كلمة من ثلاث حروف أو من ثلاث معاني كبرى إنه النور والصد صدق والراء رحمة وبر تعالوا نشوف النصر لا يكون إلا إذا كان منورا وعشان كده تعالوا نتعمل الشهيد إلا حصلوا حصلوا نور أتاه الله نور فأصبح يرى ما وراء الغيب فاكرين الرجل الجل حضرة النبي وقال له إيه شهيد بحقه حقيقي زي شهداءنا في أكتوبر قال للرسول قال للرسول الله إيه إني لأجد ريحة خلف أحد شم ريح الجنة فدخل الجنة وعشان كده بنشوف إن حياتهم بتمتد وبتوسع لأنهما بيشوفوا ما بعد الحياة وعشان كده بقى رزقهم رزق الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم فإحنا بنعيش في مجتمع لابد إن إحنا نعرف إيه اللي قدموا الشهداء لأجل هذه الحياة تأمل أحياء أين أحياء عند ربهم هكذا يكون نصيب الإنسان من الشهادة عندما يرى بنور الله عز وجل فرزقوا على الله وعشان كده إنت لما تشوف إن رزقك على الله يبقى غاية المراد إن أنت تسعى تسعى وإنت رزقك على الله هتشوف بنور الله فما تخافش وتسعى تسعى ليه تسعى لإن أنت عارف إن رزقك على الله فتكون كالطير زي ما حضرت النبي قال لو توكلتم على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير فترى بعين النور إن محدش هيقدر مهما خوفك إنه وينقص من رزقك لا إحنا عن نذهب خماسا ونعود بطانا نرجع برزقنا فنعمل ولا نخاف وإن كنت تريد إن أنت تكون شهيد عليك أن تشاهد الله فيما بينك وبين الناس لإن مقدار الثقة الأبحاث بتقوله والدراسات بتقوله إن أبحاث إن الثقة قلت لكن ثقوا في بعض وعيشوا مع بعض عيشوا المحبة ثقوا في أولادكم ثقوا في أحبابكم ثقوا في زملائكم فإن النفس الأمارة بالسوق بتأتي وتقول مش هتقدر تعيش وسط الناس في المجتمع ده لا هنقدر نعيد الثقة مرة تانية فضع فاعلم إن أنت واحد من الناس دي وزي من تواثق من أخلاقك كمان لازم تجعل الناس فيها ثقة وعشان كده ثلاث أمور إذا أردت إن يكون لك من الشهادة شهادة الشهيد نصيب لازم تكون عندك أن تشاهد الله رازقا فلا تخف عرار رزقك وأن تشاهد الله ممدا لك وأنك تحيا بمدد الله فلا تقف وأن تشاهد الله هو الذي بيده قلوب العباد فتثق ولا تخف ثق في الناس فإن الثقة تورس الأمان فنور النصر سيأتيك بنور فلا تخف ويأتيك بنور فلا تقف ويأتيك بنور فعيش مع الناس بثقة دي أول ثلاثة لأننا نتكلم عن سبعية يبقى نور فإلا حاصل نور أن الله هو الذي يملك رزقك فلا تخف نور أن الله سبحانه وتعالى معه مددك فسيمدك فلا تقف نور أن الله سبحانه وتعالى بيده قلوب العباد فثق في الله وعيش مع الناس خلي بالكم إحنا في أكتوبر انتقلنا إلى مفهوم مهم جدا جدا في حياتنا إيه المفهوم ده المفهوم بيقول إن إحنا أسسنا حاجة اسمها مجتمع الانتصار لما حصل انتصار المجتمع على فكرة أكتوبر ما كانش انتصار لجيش هو الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش أكتوبر كان انتصار للكل وعشان كده وإحنا بنرفع جيش نتاجة على رأسنا لكن بنقول كمان إن كان وراء سدود كتيرة جدا جدا محصناء مجتمع وييجي هنا بقى إمت الصاد الصاد اللي موجودة في النصر هي الصاد بمعنى الصدق فما فيش نصر إلا بالصدق والصدق يجي بحاجتين الصادق صابر صابر ثابت ما بيهربش مستمر مكافح عشان كده أكتر حاجة بنعيشها وممكن تخلينا ما نقدرش ننتصر هو الاستعجال وعشان كده حضرت النبي قال العجلة من الشيطان ومن الأمثلة على عدم الصبر إن معظم الحالات الطلاق دلوقتي بقت في السنة الأولى من الجواز ليه؟ ما بقاش في صبر الصبر قال عايزين نرجع لأكتوبر فنصبر نصبر على بعطنا طيب لو كان كل واحد فينا حط نفسه على ميزان الصبر في البيت الميزان ده هيحصل فيه إيه؟ هيختل عايزين نرجع تاني نصبر ما فيش حد بينتصر إلا مع الصبر وعشان كده حضرت النبي قال واعلم أن النصر مع الصبر عايز تنتصر على نفسك الأمرة بالسوق ويرجع البيت منصور أصبر على زوجتك أصبري على زوجك وعشان كده بقى بييجي يكمل صاد الصدق اللي فيها الصبر ييجي بقى إيه؟ صاد النصر كمان فيها صلابة إنه يكون عندك مناعة في بطنك فيئن اللي حاصل؟ فما تنكسرش بسرعة